مرحبا بكم أصدقائي رح نتكلم بمواضيع منوعة وهمة بهذا الفيديو أول موضوع هو إغلاق أكبر سوق بالإنترنت المظلم من قبل ألمانيا ألمانيا تحقق إنجاز عالمي بالعالم الرقمي يعتبر أحد أكبر الإنجازات حتى هذه اللحظة وقامت البندوز كريمنال آمت أي مفوضية مكافحة الجريمة بألمانيا بإغلاق أكبر سوق على شبكة الإنترنت المظلم والسوق أو الماركت اللي تم إغلاقه هو هايدرا نت وقالت الشرطة الألمانية إن هذا السوق كان يعتبر السوق الأكثر نشاطا بالعالم على الإنترنت المظلم ولكن الشرطة الألمانية أو البيكاء قد فككت خوادم هذا الموقع أو السيرفرات الخاصة به وتم إغلاق نشاط التجاري المقدر بمليار ومئتين وستين مليون دولار بالعام الواحد الموقع كان يستخدم بشكل أساسي بتجارة المخدرات والأسلحة والبيانات المسروقة والعملات المزورة والكثير من الممنوعات والعملة التي كان يتم الدفع بالتبادلات التجارية بهذا الموقع هي العملات المشفرة كون هذه العملات هي غير قابلة للتتبع والإنترنت المظلم هو أصلا عالم ثاني من الإنترنت يعني يختلف عن الذي نعرفه ولا يمكن الدخول له من هواتفنا ومن كمبيوتراتنا الموجودة لدينا بل يحتاج إلى محركات بحثة غير عادية يدخل إلى هذا الإنترنت المظلم مثل متصفح تور ويعني متصفحات أخرى الموقع يدير أشخاص من روسيا وبه 17 مليون شخص مسجل كحساب عميل ويوجد 19 ألف شخص مسجل كبائع سواء يبيع أسلحة أو ممنوعات أخرى ويقال أنه يمكن الحصول منه على وثائق مزورة وجوازات سفر لا يمكن التمييز بينها وبين الجوازات الأصلية كون البائعين لديهم علاقات وشبكات مع مسؤولين كبار بالحكومات ويستخدمون نفس آليات التسجيل بالحكومات بصنوع الجوازات المزورة أصدقائي الموضوع الآخر هو خبر عاجل ومشروع قرار أوروبي هام بخصوص روسيا قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي اقتراح بشأن حزمة شاملة من العقوبات الجديدة على روسيا وقالت رئيسة المفوضية أزولا فون ديرلاين أنه ينبغي إدراج حظر استيراد الفحم الحجري من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويا والفحم الحجري أصدقائي يستخدم بتوليد الكهرباء بألمانيا بشكل كبير وبصناعة الحديد والصلب أيضا بشكل واسع ويأتي نصف الفحم الحجري إلى ألمانيا من روسيا ويجب أن تشمل العقوبات الجديدة إغلاق الموانئ بوجه السفن الروسية وقيود تجارية أخرى وحضر على كل السفن الروسية ورئيس اللجنة الأوروبية قال أنه بعد الجرائم الشنيعة التي وقعت بالعاصمة الأوكرانية وبمدينة بوتشا يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على الرئيس الروسي ويجب أن تكون العقوبات أكثر شمولا وأكثر قسوة وشدة حتى تأتي بهدفها وتصيب الاقتصاد الروسي أكثر أصدقائي السجل لتسجيل العقوبات الجديدة تركها مفتوحا بالاتحاد الأوروبي حتى يوم غدا وممكن أن يضاف عقوبات جديدة ووفقا لرئيسة الاتحاد الأوروبي فأن العقوبات الجديدة ستشمل أيضا على أربعة بنوك روسية أحدهم هو ثاني أكبر بنك في البلاد وستكون هناك قيود اقتصادية تجعل روسيا تخسر عشرة مليارات يورو ومن العقوبات الجديدة التي ستفرض على الروس هو منعهم من التكنولوجيا مثلا منع بيء الحواسيب الكاموية لهم والكثير من التكنولوجيا التي تتشاركها الدول الغربية بالإضافة إلى حلفائهم مثل كوريا واليابان أهم الدول بصناعة التكنولوجيا منع على استيراد الخشب الروسي ومنع على استيراد الإسمنتو الروسي وحتى المأكلات البحرية وتنص العقوبات أيضا على حرمان الشركات الروسية بين المشاركات بالمناقصات العالمية ليس فقط بالمناقصات الأوروبية كيف تفاعلت ألمانيا مع هذه المشاريع الأوروبية؟ رد ألمانيا على هذه العقوبات الجديدة هو رد إيجابي فقد قال روبا تهابك وزير الاقتصاد الألماني أن الأمر الجيد أنه يعني يكون استقلال عن مصادر الطاقة الروسية خطوة بخطوة كي يتم إيجاد بديل وحضر الفحم الحجري هو أول خيار ممكن ومنطقي دول أوروبية أخرى انضمت إلى رأي ألمانيا وعيدت المقاطعة وترك الاتحاد الأوروبي الباب مفتوح أمام جولة أخرى يعني من المفاوضات بالمستقبل لحضر النفط والغاز الروسيين رغم أنه الغاز الروسي يمثل 40% من حاجة أوروبا وفي حال مقاطعة الفحم الروسي فالأمر سوف لن يكون صعب مثل الغاز والنفط لأن بالإمكان الاعتماد على دول أخرى مثل الصين أكبر دولة بالعالم بإنتاج الفحم وإندونيسيا الثانية والهند الثالثة وأستراليا الرابعة وأمريكا الخامسة وسادس دولة عالميا هي روسيا الموضوع الآخر أصدقائي هناك مكافأة قدرها 1400 يورو النقابات العمالية الآن بأقصى درجات نشارها وفي كل مرة تحصل أضرابات بالتعاون يعني مع النقابات العمالية بعد هذه الأضرابات تكون هناك مفاوضات ولاحقا تنتصر النقابات العمالية بالحصول على حقوق أكثر للعمال على سبيل المثال نقلنا لكم ببداية هذا العام إضراب سائق القطارات بشركة دوتشابون قاموا بعدة إضرابات وأرادوا زيادة رواتبهم وتحسين بظروف عملهم بالنهاية انتصروا وحصلوا على مرادهم الأمر نفسه ينطبق أو انطبق على الممرضين بنهاية العام الماضي بنوفمبر وديسمبر قاموا بإضرابات قدمتها النقابات العمالية ونقابة فيغدي الإضرابات كانت عديدة وأتت ثمارها لاحقا وحصلوا على زيادات بالرواتب ومكافأات مالية يعني بسبب كورونا وتحسين بظروف العمل وحتى تمديد الأورلاو بأسبوع إضافي آخر الآن الأطباء قبل بضعة أيام هددوا بإضراب سيشمل 58 ألف طبيب وأربعمائة مشفى أكثر من أربعمائة مشفى كل هذه الأمور نقلناها لكم بالقناة آخر شيء الآن هو مفاوضات نقابات العمال من أجل تحسين ظروف العمال بمجالات الصناعات الكيميائية والكلام يشمل نصف مليون عامل تقريبا 580 ألف موظف أو عامل بالصناعات الكيميائية سيحصلون على دفعة واحدة قدرها ألف وأربعمائة يورو وإن كانت شركة ما بها مشاكل اقتصادية فمن الممكن أن يحصل يعني العامل على ألف يورو ومن يعمل أوصب اللغ من حيث المبدأ سيحصل على خمسمائة يورو المفاوضات الجماعية الآن بين النقابات وأرباب العمل تم تعليقها حتى شهر أكتوبر القادم بسبب أنه وضع أوكرانيا وتأثير إمدادات المواد الأولية التي أغلبها مصدرها يعني أوكرانيا وروسيا حتى الآن يعني وضع هذه المواد الأولية هو مجهول الموضوع الآخر أصدقائي يبدو أنه الوضع بكوريا الشمالية أصبح وضع عوائل كما نقول بالعراقية يعني نقول الوضعية صغيرة عوائل والمشكلة هي يعني تعدد تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بل وصل الأمر إلى أنه أخت الزعيم اللي هي كيم يو يونغ التي عمرها 34 عام هددت بضرب كوريا الجنوبية بالنووي وسبب التهديد غريب جدا قالت كوريا الشمالية بلسان أخت الزعيم أنها منزعجة من وزير الدفاع الكوري الجنوبي اللي اسمه وانزو ووك الذي عمره 58 عام وان كوريا الجنوبية حسب لسان أخت الزعيم لديها قدرة عسكرية على ضرب منشآت كورية شمالية للصناعات الصاروخية وتقول الأخت الزعيم أنه بمجرد ظهور علامات على نية كوريا الجنوبية يعني رغبتها بقصف المنشآت الصاروخية سنكون قد قصفنا جيراننا الجنوبيين بالنووي لاحظوا أصدقائي التعبير هناك فرق كبير بالتعبيرات فهنا نتكلم عن ظهور علامات وليس فور قصفنا من قبل جيراننا الجنوبين سوف نقوم بالرد النووي وكانت كوريا الشمالية قد هددت جيرانها ومنهم كوريا الجنوبية بنهاية شهر آذار باستعراض صاروخي على طراز أفلام هوليوود ظهر به الزعيم كيم جونغ أون يخرج من قاعة كبيرة ويفتح الباب ويخرج مرتدي نظارات شمسية بنفس طريقة خروج توم كروز بفيلم توبغان وكان خلف صاروخ كبير جدا وعملاق عبر للقارات يحمل رؤوس نموية ويستطيع الوصول إلى أي جزء بكوكب الأرض حتى يستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان يعني كيم جونغ أون ينظر بساعته ويأمر القادة بإطلاق الصاروخ أغلبنا ربما نكون شاهدنا هذا مقطع الفيديو يعتقد الخبراء أنه كان يريد أن يوجه رسالة مفادها أنه لا أحد يستطيع أن يؤذيني كوني أملك سلاح نووي وفي حال قصفت كوريا الجنوبية فمن المفترض أن يقف الجميع ويتفرج دون التدخل الذي سيعرضهم للعقاب النووي الاستخبارات الأوروبية والأمريكية لديها رأي آخر وهو أنه التجربة النووية الصاروخية يعني قد فشلت ولم يتم عرض نتائج الفشل أمام العالم وبعد الفشل قامت الحكومة الكورية الشمالية بعمل تمويه يعني عن طريق تصريحات نارية للجيران لإشاعة جو من الخوف مبالغ به للتخطية عن الفشل الصاروخي الآن أصدقائي الموضوع الأخير هو الموضوع الأهم بهذا الفيديو انتباه إلى كل من لديه أطفال الآن هناك تعميم بألمانيا وأوروبا وحتى ببريطانيا وبفرنسا أيضا من انتشار مرض السالمونيلا بين الأطفال هذا الأمر يعني نقلته موقع بلد الإخباري واسع عن انتشار وظهرت أول حالات التفشي للسالمونيلا ببريطانيا وتم تسجيل 63 حالة إصابة بالسالمونيلا عند الأطفال الصغار بفرنسا 21 حالة وحسب بلد الإخباري فإنه بألمانيا هناك حالات كثيرة للسالمونيلا يعني سبب انتشار هذه البكتيريا هو الشوكولاتة الأكثر استهلاكا عند الأطفال وهي بيضة الكندر يعني هذه الشوكولاتة الكندر اللي يستهلكوها الأطفال وهي بيضة مغطة بالشوكولات تباع بكل السوبر ماركت وتكون حتى موضوعة أمام الكاسة من أجل أن يلح الطفل على أهله ويحرجهم ويضغط عليهم لشراءها بألمانيا يؤشر يعني التنبيه بالاستدعاء أو بعدم استهلاك الإصدارات الآتية كندر سوبرايز ايكس وكندر سوبرايز ماكسي وكندر ميني ايكس وكندر شوكوبونس وكندر شوكوبونس وايت هذه الإصدارات الخمسة من هذه الشوكولاتة اللي هي كندر شوكولادة أو كندر آيا شوكولادة أو هكذا شيء هي يعني خطيرة جدا وبها سلمونيلا إن كان تاريخ انتهاء صلاحيتها هو بين شهري مايو ايار وسبتمبر من العام الحالي وإن كنت أنت قد اشتريت هذه الشوكولاتة وعليها هذه التواريخ بانتهاء الصلاحية فبإمكانك أن ترجعها إلى نفس المتجر الذي اشتريته منها ويكون المصنع اللي ينتج هذه الشوكولاتة ويصدرها للدول الأوروبية هو ببلجيكة ويعتقد أن البكتيريا أتت إلى الشوكولاتة هي عن طريق تعديل جينيا أو مطورة جينيا حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفرنسية وحسب ما نقل موقع بلد الإخباري هذا اليوم عصرا سأترك لكم الخبر بالأسفل لتأخذوا عنه فكرة باللغة الألمانية وأتمنى أن ترسلوا الفيديو لكل أصدقائكم وأهلكم الذين لديهم أطفال كي يكونوا فقط على دراية وعلى وعي تجاه هذا الخطر وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا لستفادية وتحياتي لكم مع السلامة